يعني لو موهبة الخطيب دي النهاردة موجودة في الملاعب أستاذ عصام في الملاعب بقى الجيل الرابع أو جيل الخامس من ملاعب كورت القدم تكنولوجيا كورت القدم اللي اتغيرت 180 درجة السوشال ميديا الأساليب التدريب والاستشفى والعلاج الترويج الأعلامي كان هيبقى أهم محمود الخطيب يعني يكفي أن الناس يعني ربنا يدي له الصحة 68 سنة منهم 60 سنة يذوبوا أشقا في النادي الأهلي الأهم أن بدون أي تفكير لا من رموز إعلام ولا حتى من أي حد تجد البشر يتفق أنه اسمه محبوب الخطيب يا سبحان الله لدرجة بعض الزملاء يمكن كتبوا ماذا بينك وبين ربك يا بيبو في بعض المواقف اللي بيبقى كل حدود الصبر فاقت المسألة حتى هو لعب إصابات الخطيب لعب بكورتزون ربما ربما يكون هو ما جعله حالاته الصحية تبقى عاملة زي الخطورة طوال عمره هو ربنا يدي له الصحة ولم يخرج يوما للإعلام وأنا كنا قريبين جدا يعني في النادي وفي شغلنا لم يخرج بقى عشان يجلب تعاطف وكان كل ده بيتعمل سكرت وبنهرفه بالصدفة يعني يعني أهداف الخطيب لما تحب تفرج على كرة مهما تشوفها انت عارف المسرحيات أو الأفلام الكلاسيكس بتاعت زمان الفيلم يتعاد مرة واتنين تده تعد تتفرج وتعد تضحك مرة تانية لأنه لا تجد هناك فارق بينها وبين أي روايات حالية الحاجة التانية الخطيب ربما متفردا كان يمتلك هذه المهارة اللي سبحانك رب بتبقى دايما عند الأقل بناء جسدي الخطيب جمع مهارة اللي بيقولوا عليهم اللعيبة اللي بتبقى زي ميسي وكذا في ويل بيلد لكنهم ما استخسرش الويل بيلد ده في بلاده وأنا دين نادي الآلي وكم لعبة مصابا بالحقن زي ما كنا بنقرأه وإحنا شباب وبعدين عشرناها وإحنا طلبة بالحقن وكذا دون مجال بعواطف لنفسه بيها الأهم من كل ده أنه رغم أن ما فيه السوشيال ميديا هناك فريق ظل ينتظر ثلاثة شهور حتى يفوز بعقد الخطيب اسمه جلاد باخ الألماني مونسي جلاد باخ لما جي العمل ندرجة أن السيد ديكوتي رحمة الله وهذا الرجل اللي طور أداة الخطيب والكرة في مصر عموما لما جيوا بقى التمرين كل يوم بعد ما كان ثلاث مرات في الأسبوع واخد بالك لا اضطر يلبسه فانيلا رقم 8 بتاعت الكابتن صفوة الله رحمه وقد ده صفوة رقم 10 أولا عشان ما كانش بعد ما سمع أنه عايزينه حاجتين هو مش عايزهم يركزوا معاه عشان ما يليحوش أوه في الطلب ثانيا عشان يستطيع الاستفادة من لعبه وكان عايز يبين أنه ماسك فريق كبير لأنه نندر ديكوتي اللي من لا يعرف كان اتعمله في عهد بوشكش مركز عشان يلعب اسمه ساعد الهجوم المتأخر فكان مدرب عبقاري ومعروف في أوروبا ونجم الكرة وبالتالي عاش الخطيب دون أن يطلب مردود هذا الحب العشق اشتركوا في القناة